اشتركوا في القناة للناس وخاف الناس على حياتهم وخافوا على صحتهم هذا الذعر العجيب يعني وكأن الناس طبعا غير المؤمنين أن يظنون أن هذا الوباء سوف يكون هو السبب الحقيقي لرحيل الإنسان من الدنيا وانتهاء حياته والمسألة ليست هكذا المسألة أن الذي أصيب بفيروس الكورونا أو لم يصب حينه أي موت يعني ولحظة رحيله وسفينة حياته التي سوف تنتهي وترحل به إلى الأبدية هذا الإنسان إن لم يمت بالفيروس مات بغيره كما قال الشاعر من لم يمت بالسيف مات بغيره تعدادة الأسباب والموت واحدة الله سبحانه وتعالى لما خلق السماوات والأرض وقدر في الأرض أقواتها قال ربنا في أربعة أيام سواء للسائلين خلاص طيب قدر الأقوات هذه الأقوات مقدرة عند الله ينتهي قوت الإنسان عندما تنتهي حياته بسبب أنه بغير السبب هذا أمر لكن الذي أريد أن أتكلم فيه اليوم معكم أن سبحان الله هذا الوباء سبقته أوبئة كثيرة في العقود الأخيرة ويعني في السنوات الأخيرة واتضحت ووضحت أمام المتدبرين والمتفكرين لكن لم يتكلم الناس كثيرا فيها إلا من باب الشكوى فقط لكن من باب خطة فاعلة للتخلص من هذه الأوبئة ونحن قادرون بفضل الله يعني الله أعطانا المقدرة جميعا على التخلص منها لم يفكر أحد فينا من أن يتخلص من هذه الأوبئة أولا الوباء الأول فيما أرى قلة ونزع البركة من الأرض البركة أصبحت منزوعة أصبحت منزوعة في الولد في البنت في الأب في الأم في الوقت حتى قال صلى الله عليه وسلم إن من علامات الساعة أن يصير العام كالشهر والشهر كالجمعة والجمعة كاليوم واليوم كالساعة والساعة كالواملة سبحان الله أن يتقارب الزمان هذا يعني هذه المشكلة قلة البركة كان الإنسان زمان أو يعني في بداية مثلا حياتي الشخصية مثلا اليوم فيه من الإنجازات سبحانه الضائر العظيم وكان العلماء يقولون علامة المقتئ إضاعة الوقت أن كمان تنزع البركة من الوقت هذا وباء لماذا؟ لأن سبحان الله الناس لم يعني تعبد الله حق العبادة فيعطيها رب العبادة جندا من جنوده أو جنديا من جنوده وهو الوقت أن يبارك لهم في هذا الوقت لم يبارك أحيانا تجد رجل مات عن سبعين وتمانين وتسعين سنة وتسأله أو امرأة عن إنجازاته عن ما ترك عن ما يعني نفع به الأمة لا تجد شيء مطلقا بل بالعكس ربما مات أحدهم وهو ينكر وجود الله وهو كما يراجب مسلم لأب المسلم وأم المسلمة واسمه مسلم ربما سبحان الله أنكر سنة رسول الله وسلم ربما شكك الناس في ثوابة الدين ورحلوا بعد أن صنع سيئة جارية هذا وباء وباء كبير الوباء الثاني اللي نزع الرحمة من قلوب العشائر والقبائل والأقارب وسبحان الله كان الأقارب زمان تذهب لزيارة عمك ترجع مجبور الخاطر وانشرح الصدر تزور عمتك نفس القضية تذهب إلى خالك ابن خالتك خالتك سبحان الله ترجع وأنت منشرح صدرك لأن الصلة الرحم هذه تطيل الأعمار وتبرك في الأوقات وتبرك في الأرزاق لكن للأسف الشديد أن الآن أصبحت المشاكل والمصائب لا تأتي إلا من الأقارب حتى قال بعضهم الأقارب عقارب والعم غم والخال وبال والأخ فخ يا خبر هذا كلام غير طيب لكن المؤمن الصادق تظل صلة الرحم كما هي نازح الرحم كنت تذهب إلى زيارة أصهارك تعود منشرح الصدر وتشكرهم على أنهم ربوا لك هذه الزوجة الصالحة التي انتسبت أنت إلى هذه العائلة وصرت فرعا منها فتشكر الأب على ما صنع وتشكر أم زوجتك على ما ربك الآن سبحان الله أنت تقسم الزيارات ما بينك وبين زوجتك تقول إحنا نذهب إلى أهلي في عيد الفطر ونذهب إلى أهلك في عيد الأضحى أو هذا العام نذهب لزيارة أمر في منتار غرابة نجلس إذا نزلت وكنت في بلد غريب تعود إلى موطنك الأصلي تقول لا وتشترط أنا سوف أذهب معك مرتين فقط طوال الشهر أو مرة إلى زيارة أهلك سبحان الله وأنت كده لماذا الرحمة لم تجد موجودة لم تصبح موجودة في قلوب الأقارب هذا وباء ولابد لهم حل سبحان الله يعني ترحمه حتى يرحمنا الرحمن الوباء الثالث الوباء قلة الحياة عند النساء وعند البنات سبحان الله تهرع كل واحدة منهن إلى طبيب الترميم والحث من هذه وإضافة هذه ونفخ هذه وشد هذه سبحان الله وكأن الدنيا وأصبح المليارات تنفق على منت هذه الأمور حتى كأن وهي إنسانة موظفة تخرج كل يوم إلى العمل سبحان الله اقتضتها الظروب ولكنها تزين وتضع في وجهها كذا وكذا قلة الحياة سبحان الله العظيم زوجة عبد الرحمن بن عوف وكانت جميلة كان يغار عليها وكان في نفسه شيء أن تذهب كل وقت من أوقات الصلاة للصلاة في المسجد النبوي وهو يسمع حديثا للرسول صلى الله عليه وسلم لا تمنع إيماء الله المساجد فعمل لا اختبار أولادنا المتأثرين بالفرنجة يقول لك تست طيب يا سيد المهم عمل لا اختبار وهو يمشى في الطريق رايحة المسجد قبل المغرب يعني قبل وروب الشم فلمسها بكتفه أو بذراعه فاستدارت المرأة الصالحة وعادت إلى بيتها ووجدها أياما متتالية لا تخرج إلى المسجد قال لها يا فلانا لا أراك تذهبين إلى صلاة الجماعة قالت كنا نذهب أياما كان الناس ناسا أياما كان الناس محترمين أما ولا ناس فلا داعي هي لم تتأقن أن الذي لمسها هو زوجها لأنها تمشي في الشرع تغض بصرها فتبخر الحياة سبحان الضايا العظيم أن أذكر زمان من خمسين ستين سنة يعني وكان يقص علينا كان الأب لما يذكر أن فيه ابن فلان جاي عشان يخطب فلانا بنته يعني تختبئ البنت من أبيها حياءا أياما لا تلس معه على مائدة واحدة حياءا منه وحمرت الخجل تظهر على وجهها وتتترس بأمها أن يذكر هذا الأمر طبعا لا نقول أن هذا يعني هذا من الإسلام لا بالعكس يعني وصل الأمر أن المرأة الصالحة تغطب لنفسها الرجل الصالح لكن يعني طبعا تعلم أن بناتنا في بيوتنا عندهن من الحياء بفضل الله عز وجل يعني فإذن القضية سبحان الله نزع الحياء من النساء هذا وباء كبير يجب أن نراحظه أو نراعيه أو ننشئ البنات على هذا الأمر وباء سبحان الله العظيم بخل الغني بما عنده وعدم إخراج زكاة ماله وعدم التصدق من ماله على الفقراء والمحتاجين وعدم سبحان الله العظيم إعانة الناس الذي لا يستطيع أن يزوج ابنها أو ابنتها أو الذي لا يجد مسكنا أو يجد منبع ماء يعني في ناس كثيرين من أهل الثراء يصنعون خيرا ولكن الأكثر لا يصنعون هذا لأن الله سبحان الله لما قدر الأقوات جعل قوت الفقير في فضل مال الغني فما جعل فقير إلا بتخمة غني فلما جاء وباء هذا الوباء الفيروس كورونا الناس لاحظوا أن هذا الوباء لامس أجسادهم ولكن هذه الأوباء الأربعة التي ذكرناها كمثال للأوباء أنها سبحان الله العظيم لم تلامس قلوبهم لأن القلوب سقيمة فلم تشعر أنها وباء فأنا أريد أن أقول في نهاية كلامي أننا يجب علينا أن نركز على أنواع الوباء وسوف أؤتيكم بعد ذلك في لقاءات أخرى إن شاء الله على أنواع الأوبئة التي يعني هجمت علينا ونحن لم نحتط منها فسبحان الله هذه الأوبئة خطيرة على قلب العبد الذي هو حط نظر الخالق أما الجسد هو حط نظر المخلوق يعني الناس تقف أمام المرآة انظر كم وقتا حتى تعدل من هندامها وتخرج إلى الشارع لأنه حط نظر المخلوق ولكن لا ينظر أحد إلى مكامن قلبه لأنه حط نظر الخالق الذي لا يريد فيه لا غشا ولا زورا ولا نفاقا ولا حقدا ولا غلا ولا حسدا ولا كبرا ولا ضغينا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يقضنا من غفلتنا وأن ينبهنا وأن يعني يقيمنا على الطريق وأن يتولانا وإياكم برعايته وأن يرفع عنا كل الأوبئة وهذا الوباء الذي نحن فيه هو وباء من ضمن الأوبئة إن شاء الله يزول بمشيئة الرحمن بثقتنا في الله ودعائنا له واتخاذنا الأسباب وإطاعتنا للذين يرون أن من مصطحتنا أن نبقى هكذا بعيدين عن التشاركية وبعيدين عن الالتحام نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع هذا الكرب قريبا إنه ولي ذلك والقادر عليه يا ربنا يا رب أريتنا قدرتك في هذا الفيروس الصغير الذي نرى نريد يا رب برحمتك أن نرى رحمتك أقسمت عليك يا رب العباد أن تريانا رحمتك على هذه البشرية التعيسة التي ضلت الطريق ونحن ندعو الله ونحن المؤمنين المسلمين الموكول بنا أن نحي وجود التوحيد في قلوبنا وفي العالم كله يعني إن شاء الله تائبون آيبونا لربنا حامدون لا تنسون من صالح دعائكم وصلاة الله علي سيدنا محمد وعلي وصحبه وصلاة الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر